أصحاب القلوب الضعيفة والرجال الذين يخشون بطشة زوجاتهم لا أنصحكم بمشاهدة المقطع التالي مما أنت نفسك تشوفيني عاديس من زمان وانت عارفة أن أم بقدرش أخار لك طلب فعشان كده أنا جيت النهاردة وعملت لك مفاجأة كبيرة عشان أقول لك بركي لابنك بقى بوح أكرم وأنعم بالشاب المصري عمر عبدو ألبار بوالدته المطيع لأمرها المسعد لقلبها الشاب الذي يغبطه كل من عرفه وكل من قرأ عن إحسانه لأمه بل وكل من قرأ قصته وهل هو من عناه أبو العلاء المعري وحياه وبياه إذ قال العيش ماض فأكرم والديك به والأم أولى بإكرام وإحساني وحسبها الحمل والإرضاع تدمنه أمران بالفضل نالا كل إنساني قالت أم عمر لابنها أبني إنني قد كبرت وأرجو أن أرى نسلك وجنينك أبني إن استطعت أن تتزوج بأربع نساء ففعل أبني في الذة كبدي وبعضا من روحي ألا فأدخل السرور على قلبي ولله در عمر من فتى ما أبطأ ولا تلكأ ولا تأخر في تلبية أمه إذ أنه تزوج أربعا ما قدم ولا أخر بينهن فعقد عليهن في ليلة واحدة وأقام لهن حفلا واحدا لا ثانية له صورة عمر في ليلة الزفاف حوله زوجاته الأربع أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وهاج الناس وماجوا فمن حاسد ومبغض أنكر عليه فعله إلى من دعا له بالثواب والأجر ورض المولى بعد أن رضيت عنه والدته تخيلوا أن المنشور الذي نراه الآن تمت مشاركته أكثر من ستة آلاف مرة بعد التحقيق تبين لنا أن الصورة ليست مزيفة وليست مفبركة فهذا عمر فعلا وحوله أربع فتيات يرتدينا فستين الزفاف لكن لحسن الحظ أو لسوء الحظ هذا ليس أرسا بل إن عمر ممثل مسرحي أراد أن يتخلص من إلحاح والدته عليه بالزواج فطلب من زميلاته الممثلات أن يتصورن معه ليري والدته الصور ويمازحها ولولا خشية الإطالة لقرأت عليكم قصيدة الأعربي الذي تزوج اثنتين وفيها الكثير من العبر حيث قال تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبثي ذئبتين رضا هذه يهيج سخطة هذه فما أعرى من إحدى السخطتين ومن فريق الإعداد إلى الشاب عمر قلوبنا غضبانين عليك وانا برضو